ابرز اختيار رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي التوافق بين واشنطن وطهران للمرة الاولى بعد فترة حاسمة من تاريخ التصعيد السياسي داخل المنطقة بين البلدين ويعتبر الكاظمي شخصية مستقلة لا تنتمي لأي تيار سياسي داخل العراق ويتمتع بعلاقات جيدة مع عدد كبير من المؤسسات والاجهزة السيادية في البلاد وخارجها وبدى ذلك واضحا من خلال رسائل الترحيب التي تلقاها الكاظمي من كافة اطراف المجتمع الدولي اعتقد اليوم بانه هذه رسائل الترحيب التي جاءت من اغلب المجتمع الدولي هي رسالة تحفيزية من اجل القيام باعمال يمكن ان تخرج العراق من هذه الازمة التي نعيشها اليوم احنا اليوم بالعراق نعيش ازمة اقتصادية صحية وامنية ونحن بحاجة الى دعم المجتمع الدولي والمجتمع الدولي لا يعطي ثقته الى حكومة ضعيفة وهذا الشبل الى حكومة قوية وهذه الحكومة قد تتمثل في شخصية السيد الكاظمي من خلال تعامله واساس تعامله مع تلك الدول على اساس المصالح المشتركة بين الطرفين على اساس احترام سيادة الاخر وعدم التدخل في شؤون الاخر والوقوف على مسافة واحدة من الجميع اعتقد بانه هذه المساحة وهذه الحيادية في التعامل هي التي تتعطي اثقة المجتمع الدولي بالسيد الكاظمي من اجل الخروج بالعراق من الازمات التي يعيشها اليوم ورغم ما تقدم الا ان الازمات تعصف بالعراق ويتوجب على الكاظمية الموازنة بين تحديات الداخل والصراعات الاقليمية التي اضحى العراق جزءا منها السيد الكاظمي انا اعتقد اليوم سيواجه تحديات كبيرة هذه التحديات من ضمنها تحديات داخلية وتحديات خارجية ولا بد اليوم ان يخطو بخطوات متوازنة وان يوازن بين صراعات الكتل ومتطلباتها وبين الاقليم الخارجي والصراعات الدولية باعتبار ان العراق هو منطقة نفوذ ومنطقة الصراحات وقوف الكاظمي على مسافة واحدة من الجميع والحيادية التي اتبعها اعطته مساحة في التعامل مع الدول وتلك العوامل ستساعده على نيل ثقة المجتمع الدولي وبالتالي انهوض بالعراق والتخلص من جميع الازمات